مفيش كفاح ومفيش نضال مفيهوش تضحية مفيش كفاح ومفيش نضال مفيهوش تمن مفيهوش فطورة والفطورة والتمن اللي بيتفحها الشعب الفلسطيني عشان يدافع عن بلده ويدافع عن عاصمته ويدافع عن قدسه هي دمه دم ولاده ودم شبابه اللي بيسقط برصاصات الغدر الاسرائيلي وسبحان الله ما اشبه ما يحدث بينا ولكن في السياق مختلف احنا بنواجه في مصر حرب وبنواجه ارهاب آثم مدمر غادر خسيس بيحاول انه يستهدف كان الاول بيستهدف جيش والشرطة دلوقتي بيستهدف كله جيش وشرطة مسيحيين في كنيسة مسلمين في جامع مصريين في الشارع وقلنا لحضراتكم ان ده نضال وكفاح الشعب المصري من اجل استقلاله وسيادته وحريته وتحرير اراضي من الارهاب ومن العملاء والخاونة واهل الشر وكذا وفي مقابل ده والنصر اللي حيتحقق ان شاء الله قريبا بندفع دم بندفع التمن دم من شهدائنا في الشرطة والجيش والمصريين وقابلين ان احنا ندفع التمن لاننا مؤمنين بمشروعية القضية هكذا هي القصة في فلسطين الشعب الفلسطيني والمفروض ان احنا كمان الشعوب العربية مؤمنين بمشروعية القضية ومؤمنين بالحق الفلسطيني في القدس والحق العربي في القدس والاحتلال الصهيوني الاسرائيلي الامريكي للقدس هو السؤال الان هل ما يحدث الان في الشارع الفلسطيني في شارع بيت لحم وغزة وبيت حنون وباقي المدن هل هي انتفاضة شعبية تلقائية من الشباب الفلسطيني ولا هي عمل منظم يعني هي عمل منظم ما هو الدولة فلسطين لها رئيس ولها سلطة وطنية ولها حكومة ولها منظمة التحرير الفلسطينية وانا امنيتي ان يكون كل شيء بما في ذلك العمل السياسي لو جاب نتيجة مع الكفاح المسلح مع انتفاضة الحجارة مع ثورة الشعب كل ده يبقى عمل منظم ومخطط